اشتركوا في القناة تكون التربة بها غذاء سواء كانت طينية او رملية ما يخالف بعدين نجي على بستان الليمون ونجيب حي الله ثمرة ليمون سواء نجيبها من البستان او تكون موجودة بالبيت او نجيبها من البقالة ونستخرج البزرة بهاي الطريقة وبعدين ننزلها بالتربة ونضيف كمية تربة قليلة وبعدين نسقي التربة اهم الشيء لما نزرع البزرة ما ننزلها بعمق بالتربة مشان ما تفطس البزرة بهاي الحالة ما رح تنبت عندنا بعدين نجيب قنينة بيبسي ونقطعها من الاسفل ونغطي الكيس اللي زرعنا بيه البزرة هذا الغطى مهم جدا ليش لانه يعطي للتربة رطوبة وحرورة بهاي الحالة رح تنبت البزرة رح نسقي التربة كل اربع ايام مرة خلال خمسة عشر يوم انبتت عندنا البزرة رح نرجع نغطي التربة وبعد عشرين يوم صارت عندنا البزرة بهذا الحجم بدنا نرجع نغلف الكيس وبدنا نرجع كل يومين وثلاث نشيل الغطى ونسقي التربة حاليا صار عمر الشجرة شهر ونص تقريبا هنا حاليا بدي اكشم الكيس بدي اشوفكم جذور الشجرة احنا بامكاننا نترك الشجرة بالكيس هذا حتى يصير عمرها سنة بعدين ننقلها على كيس اكبر او على سطل اكبر انا مثل ما لكم شايفين كشمت الكيس فقط مشان اشوفكم الجذور حاليا بدي اقسل الجذور مشان اشوفكم انه الجذور عم تنمو والجذور صحيحة حاليا انا بعد ما شوفتكم الجذور بدي ارجع ازرع الشجرة بسطل تاني اكيد ما رح اتركها تموت طبعا اجيب حية لنوع تربة تكون كويسة وبيدي ارجع ازرع الشجرة بهاي الطريقة وارجع اسقيها هذا كل ما يخص شجرة الليمون اللي بدك تزرعها من البزر بارك الله بكم كان معاكم اخوكم مروان منصور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته